النحاس مش زي الألوان اللي معنا دي هل أنت مثلاً بتضيفي له مادة معينة ولا أصلاً النحاس ألوانه درجات؟ لا هي دي حقيقة أنا فعلاً هو ده مش نحاس بيور أنت برفو عليك على فكرة أنا هو أنا فعلاً بطلي النحاس دهب تمام وبختار كمان دهب معين مش أي نوع أو أي حاجة جربت كذا درجة أن الدهب درجات فلاقيت أن أشيك درجة كانت في الدهب الإيطالي فبدأت أن أنا أستخدم النحاس مطلي بالدهب الإيطالي علشان كمان يحافظ عليه أكتر وفي حاجات باستخدمها نحاس بيور ده طبعاً على حسب يعني العميل في ممكن حد يجي يقولي أنا مش عايز حاجة مطلية دهب أنا عايز النحاس بيور بالضبط طبعاً إحنا عارفيني النحاس أصلاً بيأكسد لونه بيغير لو حد جاب نحاس بيور بيحتاج بس أنه يلمعه كل فترة يتلمع زي بقى النحاس؟ أنا حاس بيأكسد لونه بتحس أنه فيه أماكن فيه كده سودت شوية صح؟ آه بسي نحاس بسيط جداً ممكن حد عادي جداً بلمونة يبتدي يلمعه ويشتفه في مية وينشفه خلاص هو رجع لمعته تاني فيعني بسيط الدنيا مش يعني أنت وانت في البيت بتقدار أنت تلمعي والدنيا ترجع مش تحتاجي تروحي لحد ولا تكلفي نفسك زيادة ولا أي حاجة الدهب بردو ليه رونكو كل واحد وحسب الديزاين بتاعه يعني فيه ديزاينات الدهب توصيدي المطلي دهب النحاس المطلي دهب آه بالزبط وهتبقى لابسة حاجة شيك ومش مكلفاها زي ما تروح تجيب حاجة دهب طبعاً تكلفتها عالية يعني بس بردو هيبقى أكيد أن حاس المطلي دهب 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 تكلفته مش قليلة قوي هو طبعاً قيم ما ندارش ننكر ده بس بردو هتلاقي التكلفة مش 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 زي الحاجات مثلاً الأحجار العادية مش زي اللولي مثلاً العادي اللي بتباع بره مش قصدي طبعاً اللولي الاراجنال مش زي الحاجات العادية بتتباع في محلات الأكسسوريات العادية مش كده لا أصعد لطيفة مش مش مبالغ فيها خالص بالعكس يعني في حاجات اكسسوريز ممكن تباع اكسسوريز عادية جداً في الماركت وغالية وما تستهلش ده ممكن تلاقي على فكرة ما استخدمتيها شوية بسيطة قوي وبزت وخلاص ورميتيها وخلاص إنما ده لأ متيجة البيسي فترة حلوة يعني من الوقت